عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعاً ثنائياً مع نظيره البحريني عبداللطيف الزياتي للتباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية يتي ذلك استمراراً للقاءات شكري المنعقد على هامش قمة عدم الانحياز في كامبالا وقد أكد شكري اعتزاز مصر بعمق وتشعب مسار العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين الشقيقين معرباً عن الحرص على مؤصلة العمل والتنصيق الثنائية بما في ذلك تحت مظلة العمل العربي المشترك من جانبه أكد وزير الخارجية البحريني تقدير بلاده الراسخ لأطر العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والبحرين والأهمية التي توليها بلاده لتنمية وتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائية بين البلدين كما تركزت المناقشات بين الوزيرين بشكل مستفيد على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة ومسارات التحرك السياسية والديبلوماسية الهادفة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار ترجمة نانسي قنقر